بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا على الفيديو من شاء الله حلقتنا عن اختيار المنتجات الأبعاد والمواصفات الواط واللومن وراح اذكر اسماء بعض الشركات بسعودية مثل مشكاتي مخازي اضاءة ايكيا شو الانواع لي انا ممكن اختارها لتحقيق المواصفات طبعا متابعيني بخارج السعودية طبعا انا بتشرف وجود عدد كبير من المتابعين بسعودية متابعين ببئية الدول العربية ممكن ياخدوا نفس الافكار طبعا ما شاء الله فيه متابعين من الليبيا مصر المغرب الدول الخليج الاخرى فممكن ياخدوا نفس الافكار وطبعا رح نذكر ايكيا اللي هي موجودة باغلب الدول العربية فحنذكر بعض الافكار الرئيسية واللي حابب نيزانية اعلى او مواصفات اعلى حنذكرها بحلقة اليوم بازراب العالم الحلقة الخامسة من سلسلة انارة المساكن 2021 ذكرت الواحد زائد اربعة او الاثنين زائد اربعة لاغلب الغرف طبعا بالاضافة الى انارة على اللوحات الخطوة الاولى والاهم انه ما ناخد انارة غير كافية ما ناخد انارة ضعيفة خلونا نشوف مع بعض ليش ما ناخد اللمبات اللي هي عبارة عن 400 و 500 لومن او بحدود 5-6 واط ناخد الكميات اللي بتوصل 10 واط او اكتر ما يفضل معها طبعا لاحظوا الفرق الشاسع بالمواصفات حتى بالشكل هلأ رح افصل فيها اكتر سواء انا كعمر او كلون او حتى قوة انارة ليش قوة انارة اعلى خلينا نشوف المثال مع بعض بالحلقة السادسة على فكرة السادسة من الخامسة بالحلقة السادسة قلت انه النارة لما تيجي على النص على الاطراف بزوايا ضوء صغيرة تعطيني انارة جميلة مع انارة عامة لو نحن ما رحنا على الانواع الاحترافية اللي لها زوايا ضوء صغيرة ورحنا على اللمبات العادية اللي غالبا 36 واللوم انتبعها ضعيف لاحظوا الفرق شلون حيكون عندي بدل ما تكون الاناق بقعة الضوء جاية على الطاولة منتصف على الزوايا بطريقة جميلة على النبتة شوفوا النبتة باللمبة التاني حتكون باهتة يا دوب كأنه في انارة يا دوب الفكرة نفس الأماكن بس غيرنا المواصفات بس من من 10 واط 10 درجات الى 36 درجة 6 واط فالناس بتشوفها جميلة لكن قد تكون اجمل لما نروح لمواصفات اعلى شو الفرق بزوايا ضوء الشرح سريع قبل ما نروح للمنتجات ونشوفها على المواقع ولكم شو تختاروا من المواقع او من الشركات اللي حنسكرها ان شاء الله بدل ما اخذ انارة باهة خفيفة بتنتشر بكل المكان باخد زاوية ضوء صغيرة بتجي بتنور للاشياء بطريقة جميلة وموجهة على الاشياء فزاوية العشر درجات اللي هي محصورة وصغيرة لكن الزوايا تبعا اللمبات العادية العامة ما فيها خيارات غالبا 36 فهذا الخيار الاول بعدين الاستطاعة الاعلى فهي انه بدل ما تكون 5-6 واط تكون 10 واط حتى تبين لي التمييز ستطلع مثل الفنادق وطبعا الفرق هيكون واضح اكتر بالواقع من الصور بدل ما تكون شايفين النبتة شلون أو استارة أو الطاولة اللي بالنص فحيكون الفرق واضح طبعا في ناس تقول لي انه انا بروح عند البائع بقول لي انه هذا كمية كتير كبيرة كمية كبيرة لو وزعتها بطريقة عادية دون ما وجهها على الاشياء البقع توزيعها العشوائي ابدا مو جميل لكن توزيع البقع بطريقة متوازنة انه انا حركها وجيبها على المنتصف على الستاير على النباتات حتطلع جميلة كتير مشانا انا بقول لي نارا لا تشوفوها الا بعد ما تحطوا المفروشات وزاوية والحلقة السادسة لنا الواحد زائد اربعة هي اصلا حتوزجي الانارا على المنتصف وعلى الاطراف بدل ما تكون عشوائية غير مناسبة فهنا الطين ضروريات لا اختيار صحيح طبعا انا دائما بقول بيقول لي انه الاسعار غالي دائما بقول متل ما سبق ذكرت باحد الحلقات انه لا شوف هذا الموقع عالمي اسمه وانتاوزن طلب شوف المواصفات هي لمبة 7 واط لو رحت انا بنفس الموقع واخترت شركة عالمية اسمها سورة مواصفاتها جدا عالية فيها 10 درجات لاحظوا كم هيكون السعر هيوصل السعر ل 23 دولار وحتى لما نشوف الواط كم حتشوف الواط تقريبا 7 ونص واط نلاحظين 7 ونص واط وهي 7 واط فنفس الواط لكن المواصفات جد الفرق كتير كبير فيها فانا كيف بدي اعرف انه هي افضل طبعا الشخص الغير خبير ما رح يعرف انا حاطيكم قواعد عامة كيف نختار من الشركات بس تفرق باللون تفرق بالجودة بتفرق بالعمر الطويل وبتفرق بالزوايا لاحظوا عندي زوايا كبيرة انا زوايا كبيرة فزاوية الستين مناسبة انا اذا ما احبي نارة مركزة ما بروح الى زاوية 36 تعطيني بقع بروح الى زاوية 60 او 40 40 جيدة طيب فاذا فرق الاسعار دائما موجود مو موضوع انه غش او ما غش قد يكون في ناس بتبالغ قد يكون في شركات بتبالغ انا ما انا ما عقول هذا الكلام لك اقول فيه فرق كتير كبير بالاسعار بسبب المواصفات طيب نبدأ بشركة مشكاتي بسعودية منشوف في عندها الموديولز انا بقول نصيحة لا تاخدوا اللمبات العادية وان كان سعرها مثلا 7 ريال او سعر رخيص انا بفضل اللي عنده ميزانية بصراحة يروح على المواصفات ويروح على العشروات يروح على العشروات طبعا هاي لها محول وإلها معدم مثل هاي تمام طبعا هذا لا يعني انه هي يعني من افضل الشركات لكن مقبول خيار مقبول طبعا الاسعار الجيدة متل ما شفنا بصراحة بتكون اعلى من هيك بكتير لكن هذا خيار يلي حا عنده ميزانية مقبولة يروح على هذا الخيار باخد هذا مثلا طبعا هذا غير متوفر بمخزة يمكن عليه طلب كتير بس فعلا خيار يعتبر جيد اللي هو العشروات او لو حبيت 15 واط ما عندي مشكلة طبعا هذا بيجي بيزاوية الضوء 60 على معظم 60 انا بتمنى يكون فيه يوفروا زوايا صغيرة انا ما بحب زوايا الكبيرة بصراحة انا من النوع اللي بحب زوايا صغيرة بس ركز على الاشياء الجميلة واترك الانارة مخفية تعطيني انارة تانية فانا مو خيار مفضل هاي الزاوية لكن هاي الزاوية مثلا بالمطبخ بالاماكن هاي تعتبر ممتازة يعني انه بني انارة عامة متشرة بالمطبخ فهذا خيار افضل من هذا الخيار بالاضافة انه ااخد اطار متحرك ونصيحة وهذا قسم كتير مهم انه الاطار متحرك لازم حركه بيدي شوفه يتحرك طريقة جيدة بعض الاطارات بتتحرك بجزء بسيط كتير ما بتفيدني بالتوجيه لازم على الاقل تتحرك بزاوية 25 واذا كانت 30 حتى افضل وافضل حيث طرعا انا اصلي زاوية الحركة مو زاوية الضوء زاوية الضوء قبل شوية 11 درجات للمنتصف او للصور 15 طيب بس ما يكون حركته خفيفة تكون حركته كبيرة بحيث النوع سنوجه فباخد النوع المتحرك اي نوع انا بختار من هي الشركة ممكن اختار الاطار الابيض اللي جوه اسودة او فضي ما عندي اي مشكلين بس يكون متحرك وخلينا يكون بسيطين هاي هذا خيار الاول نروح الى شركة مخازن اضاءة للمهدس المساعد طبعا نفس الشي ما نختار اللمبات هي نختار اللمبات هي اللمبات الجيو 10 سعرها بحدود العشرين عند مشكاتي سبعة ما بعرف صراحة الفروقات ما جربت ما بعرف لانه متل ما انه السعر لوحده غير مقياس لانه انا هاي اللمبة مع هاي اللمبة فرق شاسة فانا ما بدي اتدخل بالاسعار ولا بعرف ولا سبق جربت للاماني لكن انا عبقول انه بس بكده الاحوال انا بقول لا نروح لهذا الخيار ونروح للخيار الاحترافي اللي هي الموديولز طبعا الموديولز هاي بتختلف عن مشكاتي انه ما لها محول انا دائما بفضل محول بصراحة انه ما بيطير عمل اللمبة لكن اللي وجدته بمخازن اضاء انه في عندهم زوايا قد يكون متوفرة بصراحة عند مشكاتي لكن مو مذكورة على الموقع فهذا الموديولز ممكن يكون عشروات بيعطيني انارة جيدة اللي هي بتكون مباحتة متل ما شفناها وعلى فكرة واحدة بتغني عن تنتين او تلاتة لانه متل ما شفنا بالصور بدل ما انا ركب تنتين و تلاتة لا خلص واحدة بتعطيني انارة قوتها عالي الانارة بالغرفة هاي اقل من الانارة بالغرفة هاي طيب نرجع نكمل فنقول هاي الموديولز بمخازن اضافة عندهم خيار نضيف عليه العدسة العدسة لها سعر منفصل طبعا هيكون في عندي عدسة 12 درجة فانا بقول دائما للطاولات والنباتات 12 درجة جيدة للوحات قد نروح ل24 لا تتقيدوا بكلام 100% ناخد الاقرب مشرط ناخد طبعا هي سعرها تقريبا 10 ريال او سعرها 10 ريال شامل بضريبة بالاضافة لسعر الموديولز نفسه اللي هو كم كان سعره طبعا هو سعره بحدود 73 عند مشكات كان أقل من 30 عن ما أظن او هيك شي بالاضافة لانه ااخد الفريم هل هذا الفريم انا متقيد فيه لا ممكن انا ما جربت كمان بس ممكن تاخد اظن غالبا والله اعلم لانه الشركات هاي ما بتجيب يعني بتجيب اشياء عامي فيمكن تستطيع تاخد الفريم من شركة والموديولز من شركة تانية لكن انا بصراحة دائما بفضل انه انت تتوجه لشركة واحدة وتريح رأسك الموضوع راجع لكم ولا مدى تعاملكم في لأي الفريم باخد نفس الشي انا باخد النوع انا اخد النوع لجو فضي وبره ابيض لانه الابيض ليش انه اغلب الجبس بيكون ابيض فهذا الخيار بشوف مناسب فلازم ناخد ثلاث قطع عشان اوصل للزاوية اخد الموديولز نفسه وبعدين اخد العدسة معه حتى حدد الزاوية لانه الزاوية هي بيشكل افتراض بتيجي 36 30 فلازم نضيف عليه العدسة الاضافية اللي بتتصغر لي حجم الضوء وبعدين لازم اخد الاطار هل العدسة بتعيق الحركة ما انا متأكد بصراحة بس انا بيهمني دائما نقول انه لازم حركة الاطار تكون جيدة حيث نحسن نوجه الانارة طب نشوف هلأ خيار ايكيا مع بعض نفس الفكرة انه دائما الارخص لا يعني الافضل ايكيا عندها ثلاث لمبات ب15 درهم وعندها لمبة وحدة 29 درهم هاي لمبة افضل من كل هذين كل لمبات كل لمبة من هذين ثلاث لمبات هذول مجموعهم بك اضاءة يعادل واحدة هاي 600 لومن عمر اطول حتى على ما اظن فيني عملها ديمينك هذول لمبة 200 لومن فجدا جدا ضعيفة يعني انت ستتملي السقف حتى توصل لإنارة جيدة بكده الاحوال انا حتى 600 لومن ما بشوف ها كافية وما فيها زوايا ضوء فما فيها تمييز للأمانة ياللي حابب يشتري من عن طريق الان لان ممكن يختار لمبات صورة لمبات صورة فيها عشر درجات بس منتبه ما ياخد المية وعشرين فولت لان المية وعشرين فولت لازم يدور على الميتين وعشرين فولت فتعتبر خيار جيد طب اللي عنده ميزانية جيدة ومرتاحة وبدو ياخد فعلا انارة مميز انا عندي مثل هاي الانواع وبدو عندي غرفة مثلا انا مستعد ادفع فوق الميتين لكل جهاز او لحد ال500 او ريال للغرفة هاي بلا انارة مميزة شو الخيار اللي ممكن روح عليه خلينا نشوف مع بعض الخيارات الشركات المميزة او المواصفات عالي جدا فممكن هاي الشركة مثلا ارلونا بصراحة جدا مميزة اطار شبيه بهذا الاطار طبعا هذا من شركة تبعنا اكيومن هلا هتكلم لكم عليه بس انا هتكلم على خيارات واسعة فهذا الخيطار جدا جميل لانه صغير من جوه اسود فما بيكون مزعج من بره ابيض بيتناسق مع لون الجبس وحتى لونه اوف وايت مو لونه ابيض بحيث انه يجي على الجبس ما يجي بلون باهد هذا على فكرة درجة اللون تعتبر كتير مميزة هذا غالبا لون رال 9002 بيجي على الجبس بطريقة جدا ممتازة فما منحس فيه فلاحظوا اللون لما يكون كتير قريب بيكون ممتاز على الجبس هذا اللي عبقول عليه رال 9002 فهذا بصراحة من افضل الوان لان لو ركبت اللون الابيض هيكون واضح فهي طبعا تفصيلة صغيرة فوحدة من الشركات المميزة كتير بصراحة أورلونا أورلونا ليش انا كتير بحبها لانا اول شي الحركة تبعها جيدة كتير تاني شي فيها ديمين فيها خيارات جدا عديدة فيها زوايا ضوء مختلفة لاحظين فيها زاوية 42 50 68 26 26 فيها حتى زوايا 10 درجات للوحات فيها زوايا جدا متطورة فيها الوام مختلفة مواصفاته عالي عمره أكثر من 10 أو 15 سنة المنتجات الجيدة دائما بتعيش فوق 15 سنة ما بتبدأ اللمبات طب شو لو خربت اللمبات اللي دائما بيروني نفس الفريم على فكرة بالغالب يتركب عليه لمبات عادية حتى لو انت بالمستقبل بدك تركب ما في اي مشكلة غالبا ما هيكون في مشكلة تركب عليها لمبات عادية أو جيب موديول من شركة ثانية لأنه بالغالب هذا مقاس شبه موحد من أغلب الشركات لل7 سانتي فغالبا نحن نروح لهذا الإطار اللي بيركب اللي هي 5 سانتي على ما أظن من هي والله أعلم اللي هي مقاس الفتحة هي تبعا اللمبات العادية بس صار منها اللمبات احترافية أو موديول سميها التي تعطيني عمر طويل ويعني قد تعيش 20 سنة فأنا ما عندي مشكلة لأنه خاف يعني دائما الناس بتخاف أنا بقول لا تخاف وروح التقنية الحديثة الجيدة طيب من الشركات المميزة أيضا جون كولن لاحظوا نفس التصميم أنا بصراحة التصميم هذا من أكتر التصاميم بنشوف كتير شركات بتتركب الفنادي ركبت مثل أورلونا أو مثل أكيومن أو مثل جون كولن عفوا نشوف سعر شركة أورلونا قبل ما نشوف سعر شركة أورلونا أنا في عندي حلقة خاصة اسم حساب ميزانية لنارة حتى تعرف أنه بيتك كم حيكلفك لأنه هو مو سعر مية ومئتين سعر أنا بدي موضوع أنا حصلت أرخص أنت حصلت مواصفات أقل بدل ما اشتريت مارسيدس اشتريت كورونا ما في مشكلة كل إنسان بيلحل الميزانية لكن يعرف يحسب ها من البداية طيب نروح نشوف هذا الموقع طبعا ليش عب افتح مواقع المواقع معروضة الأسعار هذه شركة بريطانية حاطة الأسعار فملاقي 182 جنيه سليني ولقيت المنتج اللي هو شبيه اللي تكلمت لكم عليه اللي هو سعر 91 جنيه 91 جنيه بيطلع تقريبا 473 درهم نحن بأكيومن تقريبا تحت 200 درهم حسب الواط حسب التفاصيل طبعا نحن بأكيومن حالصين على منتجات عالية كتير كتير بأفضل أسعار دعي الحلقة اليوم أنه أحاول بيع المنتجات أكمل لا أنا بدي كل شخص يلحق الميزانية اللي هي من ناس بإلو لكن يعرف ليش في فروقات ليش أنا عندي مثلا زوايا مختلفة ليش عندي جوا هني كوم لوفر بيساعد من عدم زعاج العين ليش أنا أخذ إطار مثلا من نوع معين بس باختصار شديد باختصار عالية لا يروح للمبات لا يروح للمبة صغيرة يقول هي بعشرة درهم وهي بمية درهم هاي عمرها لا تقارن هاي حتى كموات المعدن اللي ببرد الحرارة الكترونيات كل الكترونيات محصورة ضمن اللمبة فلا تتوقعوا أنه تعيش أكتر من سنتين أو سنة أو نص أو أحيانا أقل من سنة لكن هاي ممكن تعيش عشرين سنة هذا على نظام البلوتوث كسامبي اللي سبق شرحت عنه فممكن خلي البيت سكي فعندي خيارات متقدمة جدا مناسبة للفنادق والمنازل اللي الراقي أو خلينا والإنارة اللي بصراحة اللي حلوة كتير أو بكروح على مواصفات جيدة لكن هل حتى تكون سيئة لا إذا وزأت توزيع جيد يتبقى خيار مقبول أنا ما أقول أنه والله حتى لا تروحوا إطلاقا أنا بدي شوف ميزانيتي بصراحة وبالنهاية أنا بدي شوف ميزانيتي وخيار أخير أنا لو ما شفت أنه عندي إمكانية روح للخيارات المتقدمة وممكن حط لهم بتين جم طاعد هدول وجوهم على نفس النبتة بحيث أنه أرفع كمية الإنارة ما تطلع الإنارة باهتة كتير يطلع عليها ظلة شوي أعلى بس بكده الأحوال هاي بصراحة هاي لو حطيت خمسة لمبات ما رح تطلع تعادل اللمبة الوحدة اللي زاويتها صغيرة وستطعتها عالي بكل الأحوال أنا بتمنى أنه الحلقة بكل الأحوال وعم طالت الحلقة بتمنى أنه وصلت وفصلت فيه هذا اللي حابب يشتري حتى يعرف شو يشتري حتى ما يقول غالي ورخيص يعرف أنه شو الخيار الأنسب إله وبرجع بقول الأسعار اللي ذكرتها أنا من مواقع الشركات ما بقول واحد أفضل من الثاني لكن أنا بشكل عام بقول المواصلة ما روح اللمبات اللي بتجمع اللمبات بلمبة صغيرة وعمرها أصير صفات العالية سعرها مورخيص يعني أنا متأكد أنه لمبات صورة اللي عرضت لكم ياها متأكد أنه بتستاهل لأنه شفت الفرق بعيني وهي اللمبة اللي 2 دولار ولا شيء الدام اللي 23 و 23 دولار لأنه الفرق شاسع لكن دائما لازم نوازم بالميزانية وبرجع بقول النقطة تانية مهمة لا تفكروا أن الغالي دائما أفضل لا يمكن بعض الشركات تبالغ شوي بالأسعار لأي سبب من الأسباب لكن أنا على الأقل ممكن نحن نجيب ونجرب بعيننا أو نروح على خيارات منشوفها جيدة بكده الأحوال اختصاراً للموضوع نروح على الموديوز اللي له محول ممتاز الحلقة القادمة إن شاء الله رح تكلم على إنارة الأسقف اللي إلها سقف اسمنتي مو سقف عادي مع بعض المنتجات اللي كتير 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 مميزة هذا على فكرة موتراك هذا موتراك لايت أبداً رح ناقش خيارات جميلة إن شاء الله بالحلقة القادمة أو بتمنى تعجبكم هلأ بنهاية الحلقة رح أحط لكم عنوان شركة أكيومن اللي حابب يتواصل معهم يلي حابب يتواصل معي بسبب التصميم أو الاستشارة ممكن يتواصل مع مكتبنا مباشرة أو للمنتجات مع شركة أكيومن طبعاً اللي حابب يتواصل مع مكتبنا للاستشارة أو التصميم نحن عنا ببعض الخدمات كتير متشعبة الحد الأدنى إلها هو الاستشارة بـ 5500 اللي بتناسب كوفي شوب أو مطعم أو فيلا كاملة بحدها مساحة ما 100-900 متن مربع إنارة داخلية مع خارجية توزية طبعاً اللي حابب يعرف أكتر عن الخدمات ممكن يتواصل معنا على الإيميل أو رقم الواتس أب التالي يلي حابب يتواصل مع أكيومن رقم أكيومن برجع بقول هذا رقم الواتس أب وممكن يرسومها على الإيميل وممكن يشوف المنتجات على الموقع الشركة أكيومن هي سستر كومباني لشركة التصميم تبعنا اللي حرسين فيها أنه نورد فيها منتجات مميزة عالية بصراحة عمرها طويل الحمد لله الحمد لله ما كان في عنا ضماننا خمس سنوات طبعاً ضمان خمس سنوات بس بتوقع العمر بإذن ربع انبيل العمر إن شاء الله بيعيش خمسة عشر سنة أو على الأقل أكثر من عشر سنوات حسب استخدامنا كم ساعة باليوم طبعاً بس أنا بقول بإذن ربع عمين بيوصل ل سبت عشر سنة أو أكثر ضمان على الأقل بخمس سنوات إلى الآن مركبينها من سنوات إلى الآن الحمد لله نسبة الأعطال أقل من واحد بالألف مشاريع أكثر من ست سنوات ما أصر لأي شي طبعاً برجع بقول أنا مالي حابب يعني خلي الحلقة إبارة عن منتجاتنا حابب أنه نعرف ليش نارة مميزة سعرها أعلى وشو الخيار تبعنا برجع بقول لو أنا ما عندي ميزانية ما عندي مشكلة نوزع صح حتى لو رحنا على خيار مقبول بس الخيار لكم حتى تعرفوا الأفروقات وإلى اللقاء بالحلقات القادمة طبعاً بالمناسبة بس شوفوا أنه الموديولز هذا كم سعره يعني برجع بقول أنا ما بدي أقول أنه هذا أفضل أنه أغلى لكن باختصار شديد المواصفات العالية دائماً لها سعر عالي هذا موديولز أنا دي موديولز مثل تكلمنا عليه وهذا سعر طبعاً فيه أسباب عديدة بصعب أشرحها كلها بس دائماً بقول أنه نختار إنارة تركب 20 سنة وما نخاف نغيرها ونبدلها للأرخص لو ما لو رخصة بيكون خيار دائماً أفضل بصراحة ترجمة نانسي قنقر